ترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفير سامح أبو العنين ترأس الوفدة المصرية المشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقد ركزت الاجتماعات على تعزيز التعاون الاقتصادي ما بين البلدين وتوسيع مجالات الاستثمار والتجارة الثنائية ذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد ما بين مصر والولايات المتحدة وأكد السفير سامح أبو العينين خلال كلماته في الجالسات حرص مصر على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة بما يعزز من نمو الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة للشباب فيما أكد أن هذه اللجنة المشتركة تمثل منصة مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصلحة الشعبين